هو بجد يا دكتور انت ممكن تاخدوا ايد واحد وتزرعها له في جنبه وتسيبوه على كده ايه التجميل في كده وما ده كاتر التجميل ايه ايه ده بس ده ما انظر في حد يعيش كده في حد عائل يعيش كده ده الممكن يكون رد فعلا حد طبيعي لما يدخل على حالة من الحالات في اسم التجميل ويلاقي ايده بالفعل بعد اصابة كبيرة جدا فقط فيها انسجة في ايده وراحنا حطناها في جنبه ويبدأ يتخد يقول لك ايه التجميل في كده وانتو شوهتو انتو عملتوه الحقيقة ان العيانت شرح له كل حاجة وفهمناه ان ده من الاختيارات او الحصان الرابح في تغطية الانسجة المفقودة في ظهر اليد ربنا يعافينا نحافظ على الجميع فكرة كلها ان في بعض الحوادث بتقدي الى فقد جزء كبير من الانسجة اللي موجودة باليد عشان نغطيها ده بيكون صعب جدا وبيكون مهم جدا ان احنا ناخد بالاعتبار الشكل والوظيفة عشان كان من اهم الاختيارات اللي احنا ممكن نختارها ومن اجملها هي ان احنا نحطها في جنبه لان البديل هتكون حاجة اسمها سديلة ميكروسكوبية حرة ودي بتحتاج اماكن مجهزة وبتكون كمان غالية جدا غير ان المتابعة بتاعتها بتكون متابعة اكبر بكتير من متابعة السديلة الموضعية اللي بتكون في خون الورك المكان اللي في خون الورك مكان مقداري فعشان كده هو لما بنزرع ايد في الجنب بنحرص ان احنا نسيب اثر قليل في المكان اللي احنا اخدنا منه ونفس الوقت المكان الجديد في اليد هيرجع على طبيعته الوظيفة والشكل على اكمل وجه عشان كده الدكتور بيوضح للمريض الاختيار الاول والتاني والتالت ميزة كل اختيار الاول مستوق وعيبه والتاني مستوق وعيبه ونبدأ نتناقش ايه الانسب للحالة وعلى هزا الاساس المريض بيختار الانسب بالنسبة لحالته بمضاق فعالي عشان كده لما تلاقي حد دخل اسم تجميل مغدود وبيقول اشتركوا في القناة